قامت قبل ذلك بهدم محاله التجاري وأيضاً أصيب ابنه بالرصاص من قبل قوات الاحتلال ما أدى أيضاً لتدهور في وضعه الصحي نحن نتحدث عن تفاصيل ما حدث معنا أنا هنا أستاذ نضل الرجل بيعطيك العافية الله أعطيك أستاذ مساء نعم يعني نشاهد هذه الانتهاكات المستمرة بحقق أنت تحديداً وبحق بلدة سلوان بشكل عام تخبرنا عن القرار النهائي الذي صدر بحق منزله القرار استلمته بـ 22 الشهر اللي هو إعطاء مهلة إلي 21 يوم بعد 21 يوم بيقدر يجوا بأي وقتهم ما يهدوا 21 يوم لتقوم أنت بتنفيذ الهدم هذه المهلة هم أي وهم اللي بيعطونا يا هدم إذا ما بدناش يعني هم يجوا انتهد فأنا طبعاً رافض الهدم الذاتي نهائياً يعني نعم يعني شاهدنا بالفترة الأخيرة محاولة بديت الحتالى التوجه لعملية الهدم الذاتي للمقدسين وهو هدم قصري فعلياً يعني ردك على هذه السياسة لماذا لم يعني تهدم منزلك بيديك رغم أن في حالة تقوم بهدم ستقوم بدفع تكاليف الهدم لقوات الاحتلال وهي يعني تتعدى ألاف الشواكن يعني هم بقراراتهم هاي هم مش بس بدهم يهدون نبيوتنا ورهد هم بدهم يزلون وأنا برفض هذا الإشي نهائياً لأنه كرامة شعب صحاب يعني صحاب الأرض إحنا وكل شيء هنا وهو محتل فهو بطلب البدية وأنا بسوي اللي بديه بالنهاية نعم يعني بتأكد أمر صعب أن يقوم المقدسي بهدم منزله بيده وأنت تعرضت أيضاً لعملية هدم سابقة لمحلك التجاري قبل أشهر يعني تراقم هذه الانتهاكات يعني هدم مصدر رزقك والآن هدم بيتك تخبرنا عن هذه التفاصيل يعني كل واحد موجود بسلوان بالذات بالوقت الحالي وبالأدس يعني محارب من الاحتلال اللي محارب بهدم بيته اللي محارب بمصادرة أراضيهم أم لك غالبين كل ليتوا هدي قوانين هم بسنوها حتى يفرغوا الأدس وسلوان من الشعب الفلسطيني كله فإحنا إن شاء الله إيش ما بيسووا موجودين هون ومش رحل نخرج من هذه الأرض يعني نشاهد هنا أيضا قرار الهدم يعني هذا هو القرار لو نحاولنا نشاهده على الكاميرا يعني هنا مهلة فقط 21 يوم تقوم أنت بتنفيذ عملية الهدم بيدك وإن لم تقوم بذلك ستأتي في أي لحظة جرفات الاحتلال وتنفذ هذا الهدم يعني رسالتك اليوم يعني لماذا هذا الاستهداف لبلد سلوان نحن نحدث عن موقع استراتيجي هو جنوب المسجد الأقصى المبارئ سلوان الحامي الجنوبي للمسجد الأقصى وهون في عدد سكان يعني كبير بالنسبة للفلسطيني فهذه المنطقة عندهم مشكلة إنهم يفضوها كليتها يعني إذا أخذوا منطقة سلوان مع النبي داود مع منطقة تنطور فرعون يعني أخذوا تقريبا جميع حوالين أسوار القدس فمخططهم اللي هو الحوض المقدس وكليته فإحنا إن شاء الله موجودين ورايحين نفشل هاي المخططات إن شاء الله إن شاء الله يعني تخبرنا أيضا عن منزلك يعني من يقوي هذا المنزل؟ كم عدد الأفراد الموجودين في المنزل ومساحة البيت؟ مساحة البيت تقريبا مع البلكونة اللي بره 100 متر بقوي عشر أشخاص أنا وأطفالي الحمد لله يعني بالنهاية على كل إشي يعني شو ما بدي يصير إحنا هوني عشنا في البستان ما كانش البيت هيك كان بداقي تقريبا وراحين عاود نبلش من أول جديد هادي هي الحياة نتعصر ومن عاود نمشي ما بأسرالينا هم هي رسالتك في حال تم هدمه ستعاود البناء من جديد إن شاء الله إن شاء الله ربنا يقدرنا ونعاود نبنيه أهم شي سلامتنا وسلامة أطفالنا وكل هذا الرباط هذا إن شاء الله كله بجره ولكن حقيقة أنت تم استهدافك بمصدر رزقك تم هدم المحال التجاري الذي لديك الآن مهدد بهدب منزلك ولكن أيضا حتى أبنائك تعرضوا للاعتقال وابنك تعرض للإصابة تخبرنا أيضا ماذا حصل مع ابنك وكيف وضعه الصحي الآن هلأ ابني الحمد لله أعماله يعني بتماسل للشفاء هذا فضل من ربنا يعني الحمد لله بالنسبة إنه هون يعني مت وإحنا شباب متعودين على هذه الأيش اعتقالات أولادي حتى من قبل ما ابني تصاوه ابني لحد هلأ إله ثلاث سنين فيه معتصار بيت اللي تصاوه يعني حبس منزلي حبس منزلي إله ثلاث سنوات يعني ما بقدرش يطلع بالليل وبتالي ما يروح وكيت وعليه زي مراخبة يعني هذه هي أشتنا كليتا يعني أيضا يعني تم استئصال كريتو هذا يعني صحيح نعم يدخل بنا تفاصيل يعني متى حصل هدالك يعني كان بعد عملية هدم المحل التجاري يعني هذه أعمليات الانتهاكات المستمرة يعني كلها أحداث متتالية كانت صحيح وبعد الهدمة بعشر أيام تقريبا كان متوجه للصلاة وكان في أحداث طبعا الأحداث اللي موجودة هادي تواجد الشرطة هون هون اللي بيخلقها وإنه الجيش كلته بنحازل المستوطنيين وعماله بعرق للناس يعني في عشتها في رزقها في كل أي شي فحصلت مواجهات فأيجا ترصاصها يعني طائشة لابني والحمد لله ربنا لطف يعني كانت تجي بالعمود الفقاري بعيدة تعريبا نص سنت يعني استأصلوا له وطحالوا وكلية والحمد لله على كل شيء يعني راضييني بهذه الأي شيء لأنه إحنا هون إن شاء الله كله بجره الحمد لله على سلامته يعني ولكن نشاهد هذه العزيمة يعني رغم هذه الأحداث المتتالية ولكن أنت صامد في منزلك وتحدث بهذه العزيمة تخبرنا عن عزيمة المقدسيين وثباتهم هنا في بلدة سلوان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال فيها شعب مرابط إن شاء الله نبقى إحنا المرابطين عارف شو الأشخاص اللي لازم يعيشوا بهذه البلد وعارف شو طبيعتهم وكل شيء وربنا اللي مهيئنا هيك الحمد لله ربنا مهيئنا لازم تبقى هيك شخصيتنا ولازم يبقى هيك تفكيرنا إننا إحنا هون اللي حكى عنهم إن شاء الله الرسول هل ينجح الاحتلال بتفريغ مدينة القدس من سكانها هل بهذه الإجراءات يعني يثنيكم عن هذا التواجد؟ إحنا أكيد يعني راح نتمنى متواجدين شو ما بدي يسوي إحنا بهذه البلد هون مش راح نطلع يعني أنا بالنسبة إلي من سلوان مش راح أخرج إلا على الأبر وإن شاء الله أولادي نفس الإشي عندهم نفس التفكير ونفس النهج إن شاء الله كل الإحترام يعني وابنك معنا هون تعرفني بحرك شو اسمع؟ محمد محمد إش بعيني لك هذا البيض؟ إش تعيني لك مدينة القدس وسلوان؟ تحب الأدس إنت؟ ممكن تطلع منها؟ احكيلي احكينا في البستحيرة كيف إزش تحب الأدس؟ مجسمة الله يحفظك رب الله خير لك إياهم يا رب نتمنى أن لا يحصل عملية الهدم إيش يسوي اليهود فينا؟ إيش يسوي اليهود فيكم؟ يهدم دارنا شو أنك تسوي؟ لا دارنا من أكثر الله يحمي يا رب يعني شكرا توجدكم معنا في هذه النافذة ونحييكم على هذا الصمود في مدينة القدس إذن مشاهدين الكرام هذا نموذج ما يحصل هنا من انتهاكات الاحتلال في بلدة سلوان تحديدا يعني معظم المنازل هنا في حي البستان مهددة بالهدم بالإضافة أيضا لمنازل أخرى مهددة بالاستلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية تحديدا في حي بطن الهوى وهناك أيضا أراضي مهددة بالمصادرة في حي وادي الربابة في بلدة سلوان يعني جميع أشكال الاستلاء والسيطرة على بلدة سلوان تفنن الاحتلال بهذه العمليات للاستلاء على منازل المقدسين ومحاولة لتفريغ المدينة من سكانها يعني كنا معكم من جنوب المجد الأقصى المبارك من بلدة سلوان تحديدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر